موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم عزيزي المشاهدين حديث الصحفة وحلقة جديدة البداية مع صحيفة الڭارديان ومقال لليلاري أليوت بعنوان الاستفتاء على الانفصال هو رفض للعولمة وفيها تحدث الكاتب عن العولمة وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي ويقول الكاتب أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض أن يكون حصنا للشعوب من الرئيس المالية المتوحشة ولكنه فشل في أين يكون كذلك فكانت نتجة الاستفتاء في بريطانيا بالخروج من الاتحاد ويضيف أن العولمة بدأت مع سقوط جدار برلين عام 1989 من خلال تسريع حرية حركة الأموال والناس والسلع وتقليص دور الدولة أن قوة السوق لا منصة من إطلاقها بلا قيود ويرى أن هجمات إداعش أيلول في الولايات المتحدة بيّنت أن العولمة لم تشمل إلا التجارة والأسواق المالية كما أن انهيار مصرف ليمان براثرز رسخ فكرة أن أحسن شيء تفعل الحكومات عندما تواجه قوة المال العالمي هي أن تنأى جانباً وتترك المصارف تراقب نفسها ويقول الكاتب أن رفض بريطانيا للاتحاد الأوروبي ليس احتجاجاً على فرص العمل التي لم تفتح وللمساكن الرخيصة التي لم ترى النور وإنما احتجاجاً على النموذج الاقتصادي الذي وضع منذ ثلاثة عقود ويرى أن أوروبا فشلت في أداء الدور التاريخي الذي أوليط بها فمستوى المعيشة ومعايير الرفاهية كانت كلها أفضل في الخمسينات والستينات مقارنة بعصر العولمة فالبطالة في منطقة اليورو تجاوزت 10% والاقتصاد الإيطالي أصبح أصغر مما كان عليه عند إطلاق العملة الموحدة بينما انحسر اقتصاد اليونان إلى الثلث وقضى التقشف على خدمات الرفاهية واختفت حماية حقوق العمل بالانتقال أعزائي المشاهدين إلى موقع تركي بريس حيث نطالع مقالا لعقب الرمة بعنوان تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بريطانيا خارجه وأنا لاجئ سوري وأشار في الكاتب لأنه يحتفل لأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل مؤخرا ديفيد كاميرون هزم للمرة الثانية على التوالي لهذا العام الأولى حدثت مع انتخاب مدينة لندن لصادق خان أول عمدة مسلم في تاريخها رغم المحاولات المستميتة لكاميرون في حث اللندنيين على التصويت لصالح زاك جولد سميث الرجل فاحش الثراء وابن أبيه المدلل والثانية جاءت مع تصويت البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي أنا أحتفل لأن كاميرون دعم فكرة الإسلاموفوبيا وسوق لها وقاد حملة شرسة لنشرها في المجتمع لكنه اليوم يدفع الثمن إنني لا أفرح لأنني تركي وأنا لست تركيا ولا لأنني مسلم هذه أمور لا تجعلني فرحا فجأة لأنها غريبا تأتي مع الولادة إنما أفرح لأنني لاجئ سوري وهو الإنجاز العظيم الذي قدمته خلال 26 عاما من العمر هذا اللاجئ التعييس الذي لا يجد الكثير من الحقوق خارج القارة الأوروبية قد يصل تلك القارة قريبا هذه المرة بلا قارب متهالك أو مخاطرة بالموت في سبيل ذلك قد يصل هذا اللاجئ إن وصلت تركيا إلى هناك سيكون أمامه الكثير والكثير من المفاجآت السارة لأن دخول تركيا فلك الاتحاد الأوروبي يعني أن معاملة اللاجئ السوري في تركيا ستتم وفق شروط واعتبارات أوروبية يا سلام وهل سأكون وحدي؟ لا فمعي ثلاثة ملايين لاجئ سوري ينتظرون أملا ما قد يشقوا طريقه إليهم من غير ناحية الوطن فلا تنسوا دستة البالونات وقطعة الحلوة الكبيرة فمعي الملايين سيحتفلون بالانتقال أعزائي المشاهدين إلى صحيفة صباح التركية حيث نقرأ مقالة لفخر الدين آلتون بعنوان كيف يؤثر قرار انسحاب إنجلترا من الاتحاد الأوروبي على تركيا رأى فيه الكاتب أن السبب الرئيسي وراء تقدم إنجلترا بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو عدم رغبتها في تحمل مسؤولية الاتحاد الأوروبي هذه المسؤولية المتمثلة بالعبئ والحمد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إن قرار أكثر من نصف الإنجليز بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعتمد على أفكار مسبقة أهمها إن الاتحاد الأوروبي اتحاد سياسي فاشل في حين أن التحرك السياسي مع الولايات المتحدة أكثر منطقية وستراتيجية ثانيا إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي تتعمق يوما بعد يوم ثالثا إن إنجلترا مجبورة على حماية شعبها من موجة النزوح واللاجئين التي تعرضت وستتعرض لها أوروبا رابعا إن التنازلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتركيا في سبيل التوصل لحلول لأزمة السورية ستؤدي إلى موجة هجرة محتملة من تركيا إلى إنجلترا وحول ما الذي على تركيا فعله في مثل هذا الوضع يجيب الكاتب تملك تركيا خيارين اثنين أولهما أن تتابع تطورات والمستجدات عن بعد وأن تختلي بنفسها لتفكر بالسبل الممكنة لتحويل نتائج هذه التطورات لتصب قنوات مصالحها الذاتية وثانيهما أن أوروبا التي يعد الاتحاد الأوروبي جزءا منها تواجه العديد من الأزمات التي تجبر الاتحاد على الانحناء وعلى تركيا أن تسعى لاستمرار مواجهة السياسيين المتواجدين في الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمات المختلفة وعلى تركيا كذلك أن لا تسمح بتأجيل وتأخير حل الأزمات العالمية المختلفة وعلى رأسها أزمة اللاجئين السوريين وفي صحيفة القدس العربية أعزائي المشاهدين نقرأ مقالة لمنار عبد الرزاق بعنوان الإغتيالات تطالوا قادة حركة أحرار الشام لأنهم قريبون من الشارع ولا خلافات أيدولوجية بين قادتها حيث اتهم الناطق العسكري باسم الحركة أبو يوسف المهاجر من وصفهم بدواعش الداخل بالضلوع في عمليات اغتيال قادة الحركة في الأوينة الأخيرة وهو ما يؤكده مدير العلاقات العامة في الحركة أنس أبو مالك مشيرا إلى أن المتهم في عمليات الاغتيال هو النظام وتنظيم الدولة وغيرهم ويرى أبو مالك أن الاغتيالات التي تطالوا الحركة بسبب انتشار الحركة في مناطق جغرافية متناثرة وواسعة وتواصل كوادر الحركة بشكل وثيق مع الشارع وعدم التعامل معه بطريقة أمنية مغلقة حيث أن أماكن القادة في الحركة معروفة للجميع منوها إلى أن لروسيا مصلحة كبيرة في استهداف كوادر الحركة بعد فشلها في إدراجها على قوائم الإرهاب كونها من الحركات القريبة للشارع والملاصقة له من جهة لا يرى الناشط معاذ العباس أن جهة واحدة تقف وراء عمليات الاغتيال بحق قيادات الحركة مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من تلك العمليات هم تنظيم الدولة النظام فضلا عن بعض الفصائل المدعومة من غرفة الموك تلك العمليات أدت لخروج تصريحات تحذر من محاولة تصفية قيادات الحركة من الداخل حيث قال مدير العلاقات الخارجية لبيب نحاس في تغلية له عبر تويتر تتعرض الفصائل الثورية عموما وأحرار الشام بشكل خاص إلى حملة ممنهجة إعلامية وأمنية لإسقاط الحركة وتشويه صورتها وتصفية كوادرها المؤثرة وختام حلقة اليوم أعزائي المشاهدين من أوريانت نت ومقال نور ملاح جاء بعنوان بلاد ممنوع أن تحيا بها الملائكة أشارت في الكاتبة بأنه منذ أول أيام الثورة والكوادر الطبية والمشافي الميدانية أحد أهداف النظام المفضلة للقصف والقتل والاعتقال لأن وجود الطبيب والمشفى يعني إمكانية الحياة التي فيها بقايا عدالة ورعاية حكم دراق سباعي المسعف من حمص كان من أوائل شهداء الكوادر الطبية محمد نور مكتبي، محمد بشير عرب، باسل أسلان، حازم الطيخ، مصعب برد وآخرهم طبيب الأطفال الوحيد في حلب محمد وسيم معاذ وكما الأطباء الإعلاميون الذين ينقلون مجازر النظام وداعش وروسيا ومرتزقة إيران وحزب الشيطان وفضائع إجرامهم بحق البشر كانوا وما زالوا الهدف المفضل للقتل سواء داخل أو خارج سوريا يذكر من أهم شهداء الحقيقة رامي السيد ومظهر طيارة هما من نجار المعروف في أبو يزن الحلبي وزاهر الشرقات الذي سقط شهيدا برصاصة في الرأس بكاتم صوت في عنتاب وقبله الصحفي ناجي الجرف وآخر شهداء الإعلاميين الشهيد خالد العيسى متأثرا بجراحه في محاولة الاختيال التي تعرض لها مع الإعلام هذه العضلة وفي هذه الثورة التي تحولت إلى حرب عالمية يسمح بالحياة فقط للوحوش والمنافقين والمتسلقين بلا أخلاق أما أولئك المخلصون الصادقون الذين يضحون في سبيل الحق والعدل والإنسانية من أطباء ومعلمين وقادة وإعلاميين فلا يسمح لهم الوحوش بالبقاء على قيد الحياة بهذا المقال عزيزي المشاهدين نختم الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دوما كونوا بخير اشتركوا في القناة